ليس غريبا أن يعلن التحالف السعودي وقف العمليات العسكرية في اليمن لأسبوعين فيحدث العكس ويرتفع منسوب غاراته وهجماته وزحوف قواته لكن الغريب فعلا أن يعلن هذا التحالف تمديد تهديئة لم تحدث في الواقع السعودية دائما تواصل غاراتها بينما هي تعلن وقف إطلاق النار وهذا يؤكد عدم جديتها وإنها تذر الرماد فقط في عيون المجتمع الدولي ولكي تصعد أكثر في الميدان إعلان مخادع ينطوي على محاولة مكشوفة من تحالف الحرب كما يرى مراقبون للتغطية على تصعيده جوا وبران بمئات الغارات وعشرات الهجمات والزحوف والقصف في جبهات الداخل والحدود خلال مدة وقف العمليات العسكرية التي لم تتوقف أساسا خرد من الحرب تسجيل حتى بعض الانتصالات تحقق لها نوع من طبيض وجهة المجتمع الدولي وشعبها لكن أعتقد أن خمس سنوات المجتمع لا تحقق فيها أي انتصال عسكري ولا حتى السياسي ولا حتى اقتصادي ولا على أي سعيد من نصعدها وغدات الإعلان السعودي المثير كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشات وجود تواصل مستمر مع السعودية مؤكدا أن وثيقة الحل السياسي التي تقدم بها اليمن تمثل مخرجا لجميع الأطراف للتوصل إلى تسوية شاملة ومشيرا في حوار مع صحيفة الثورة الرسمية إلى رغبة اليمن في سلام دائم وانفتاحه على علاقات ودية مع كل الدول وهو ما تضمنته رسالة قال إنه وجهها إلى الرئيس الروسي في موازاة تصعيده من جهة وهروبه إلى الأمام بتمديد هدنة لم يلتزم بها من الجهة الأخرى يضيق الخناق شعبيا أكثر على التحالف السعودي في المحافظات اليمنية الجنوبية بتظاهرات مناهضة له ولحكومة هادي وللمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أبرز شعاراتها لا تحالف بعد اليوم أحمد عبد الرحمن صنع الميادين